تم الاحتفال بعيد الغطاص في الأمس في مدينة مغالي لعام 2015 حسب التقويم الأثيوبي وكان مراسم الاحتفال في كنيسة دبرا جنت وصرح لنا الرجال الدين أنه لعامان كان شعب تيجرايم من أصحاب الديانة المسيحية غير قادرين على الاحتفال بعيد الغطاص أو بأي عيد آخر بسبب الحرب ولكن وبفضل اتفاقية السلام المعقودة أصبحوا يحتفلون بالعيد بكل سعادة إنه صعب جدا عندما نتذكر الوضع التي عشناها في العامان الماضيين لقد خضعنا للعديد من المحن والآن أشكر الرب أنه سمح لنا بالاحتفال بعيد الغطاص وأتمنى في العام القادم أن نحتفل بعيد الغطاص بشكل أفضل بكثير لقد عشنا العديد من الأزمات والمصاعب وكنا ندعو الرب ليلة ونهارا لحل الأزمات التي مررنا بها والرب استجاب لدعواتنا هناك أمل على استمرار مبادرة السلام وأتمنى أن يستمر السلام نحن نحتفل بعيد الغطاص بكل سلام وعيد الغطاص هو عيد المحبة والسلام وحتى تكتمل فرحتنا يجب علينا مساعدة بعضنا البعض وأيضا نادوا كل من يؤمنون بالديانة المسيحية أنه يجب على الكل أن يعمل جاهدا ويدعم اتفاقية السلام المعقودة لأن قيمة السلام شيء مهم جدا للبشرية وطلبوا أيضا تطبيق بنود اتفاقية السلام على أرض الواقع على الكل أن يدعم مبادرة السلام لأن لا شيء أهم من السلام يجب أن تطبق اتفاقية السلام على أرض الواقع ويجب أن تنسحب القوات التي تحتلوا أراضينا لأنه يجب رجوع النازحين إلى أراضيهم وصرح لنا الأب هايل ميكايل أراجاي أنه بسبب الحرب والحصار لم يحتفل شعبة جراي من أصحاب الديانة المسيحية بعيد الغطاص والعياد الأخرى ونادى الأب هايل ميكايل أنه يجب تطبيق اتفاقية السلام وأيضا تقديم المساعدات بين الأشخاص يجب أن يحتفل كل شخص بعيد الغطاص في أي كنيسة ويجب أيضا مساعدة أخوتنا النازحون بأي شيء سواء بتقديم الطعام لهم أو بتقديم اللباس أو بإحياء الأمل فيهم بأنهم سيعودون إلى أراضيهم وسيحتفلون بالأعياد وهم في منازلهم في يوم ما